تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي تيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم ثلاثاء عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوان من حيث أشكال وأفكار المحتوى كأس العالم قمة الهرم الكروي أهم بطولة في كرة القدم البطولة الدولية اللي بيحلم الجميع مش يفوزوا فيها بل يشاركوا فيها على الأقل هذه البطولة اللي أخذت مارادونا بيليب بيكنباور لمستوى آخر من النظرة التاريخية لإلهم في أساطير في نجوم ما عرفوا يلعبوا فيها ولا دقيقة ولا حتى جلسوا على الدكة خلالها وللعلم هدول النجوم أحد أسباب طلب أرسين فينجر أن يخلي كأس العالم كل سنتين أنه هيك بيزيد احتمال تأهلهم بنسبة الضعف لما يصير المونديال كل سنتين رغم الاعتراضات الأخرى على فكرة أرسين فينجر لكن تبدو مقنع لما نيجع حلقة توب 5 في أساطير نجوم كبار حنحكيهم اليوم ما لمسوا الكرة في المونديال وما شافوا الأجواء والحماس اللي ما في زيه في كرة القدم حيث بتلتقي كل الثقافات من كل القارات من أجل عرس ومش من أجل بطولة نبدأ مع لاعب لعب 963 مباراة مع مان يونايتد فاز بدور الأبطال مرتين والدور الإنجليزي زلت 18 مرة بنتكلم عن الجناح الولزي رايان جيجز قدر يمثل بلاده ب64 مباراة دولية سجل 12 هدف لكن ولا واحد فيها في بطولة مهمة لا كأس عالم ولا أمم أوروبا بدأ مسيرته عمره 17 سنة و320 يوم في المنتخب الولزي كان أصغر لاعب أهنذاك عام 91 في منتخب ويلز وطول مسيرته رغم بدايته المبكرة ما قدر يحقق المطلوب ومن أهم قصص عدم صعود رايان جيجز للمونديان عام 94 في المباراة الأخيرة بالتصفيات كأس العالم ويلزي بتستضيف رومانيا كل المطلوب ويلزي تفوز بملعبها على رومانيا وتتأهل على كأس العالم رومانيا جاي من أزمات سياسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي والثورة على شاوشيسكو هناك فكانت مش جاهزة بنظر الناس بنظر الإعلام لكن جورجي هاجي ورفاقه كانوا عم بحضره معجزة مفاجأة للعالم والمباراة انتهت في ويلز بنتيجة 2-1 في تلك المباراة الهدف الأول لرومانيا فضيحة من حارس ويلز حرم بلاده التأهل لكأس العالم بسببها ليومنا وفي ذلك اللقاء أيضا أهدرت ويلز ركل الجزاء كانت كل الظروف ضد رايان جيجز إنه مش رح تلعب بكأس العالم حاول البريطانيين وبركز على البريطانيين يعوضوا رايان جيجز مش الويلزيجين فلما يجوا يلعبوا أولمبيان 2012 واستضافوها في بلادهم قالوا خلينا نستدعي رايان جيجز لمنتخب بريطانيا المشارك في الأولمبيات لعب رايان جيجز 4 مباراة أولمبيا سجل هدف عوضوا بدل كأس العالم لعبوه عشان المدالية الذهبية اللي أيضا بريطانيا خيبت فيها الظن وما لعبة النهائي لأنه في ذلك النهائي فازت المكسيك على البرازيل وحصلت على الذهبية وروا على رقم 4 واحد ربما كأس العالم ما بتسمله لكن بتسمت له السياسة وصار رئيس دولة ام نتكلم عن جورج ويا اللايبيري الأسطورة اللايبيرية في كرة القدم أسطورة أفريقيا في كرة القدم الأفريقي الوحيد اللي خلى العالم يعترفه أنه أفضل لعب بالعالم أفريقي وفاز بالكرة الذهبية ما تكلم عن جورج ويا اللي صار بعد ذلك رئيس لايبيريا اللاعب اللي اكتشفه أرسن فينجر أيام مناكو بالثمانينات ثم قدم نفسه بكل مكان رأى عليه أنه من مستوى آخر لكن مشكلته من لايبيريا منتخب ما بتأهل على كأس العالم ويا دوبا كيتأهل على كأس أفريقيا مرة أو مرتين منتخب ضعيف ما ساعد أحد الأساطير في الصعود لكأس العالم وبدي أروح رقم 3 على لاعب كتبت عنه مقال قبل سنوات وقلت أكثر لاعب مظلوم في تاريخ برشلونة وحولت المقال لفيديو موجود أيضا في قناة سيلفيسبورت على اليوتيوب بتكلم عن كوبالا اللاعب المجري واحد من أساطير المجر في الخمسينات هذا اللاعب مثل ثلاث دول وما قدر يلعب كأس العالم مع أي واحد منهم مثل الشيكس لفاكيا ثم تراجع عن ذلك ومثل المجر ولما قرر يمثل إسبانيا ساءت الظروف الإسبانية وما تأهلوا على كأس العالم لا 54 ولا 58 ولما تأهلوا على 62 جاءت الفرصة كوبالا حيلعب كأس العالم بتعرض لإصابة وما بيروح على المونديان كوبالا واحد من أهم اللاعبين في تاريخ برشلونة من حيث عدل أهداف ومن حيث أنه كان السبب أساسا في بناء ملعب الكامب دولة لأنه لما جاء كان يعتبر من أساطير كرة القدم والجماهير زادت فكان لابد أنك توسع الجمهور عشان يشوفوا الأسطورة كوبالا وروا على رقب اثنين لاعب ظلمته جنسيته بحد كبير بنتكلم عن واحد كانوا يقارنوه يوما ما أنه ربما يكون زي بيليو أفضل من مارادونا بنتكلم عن جورج بيست النجم الأيرلندي الشمالي اللاعب اللي ضرته شوي حياته الخاصة لكنه رغم ذلك في كرة القدم مع مان يونايتد كان أسطورة لا يشق لها غبار لكنه من أيرلندا الشمالية وهذه مشكلة الأيرلندا الشمالية ما صعدت لك أس العالم طوال مسيرة جورج بيست النشطة في أوروبا جورج بيست اعتزل دوليا عام 77 وراح يلم شوية فلوس بالدور الأمريكي وما شابه ذلك من البطولات ولكن بـ 82 حدثت معجزة أيرلندا الشمالية تفق أهل لك أس العالم لأول مرة مدرل بأيرلندا الشمالية أنا ذاك اسمه بيلي بينجهام ضغوط كبيرة عليه ضغوط 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 إعلامية جيب أسطورتنا صح عمره 36 سنة وأيامها 36 سنة كان ختيار جدا في كرة القدم جيبوا معنا بدنا يلعب هذا الأفضل لعب في منطقتنا في التاريخ جيب جورج بيست فبلي بينجهام قال والله حروح أشوفه شو بيعمل بأمريكا هذا لأنه أيامها هذا الدور الأمريكي ما كان ينبث أصلا على التلفزيونات فراح يشوفه فلقي بيلعب مع فريق اسمه سان جوزي أيرثيكوكس وبيقول جورج بيست المشكلة الرئيسية أنه لما جاء المدرب يشوفني كنت عم بلعب مع فريق بخزي كرويا يعني خيسميه ضعيف جدا فلما لعبت معهم فكرني زيهم ما قدرت أبين أنا شو لسه قدراتي البدنية أو الفنية لما يكون كل فريقك سيئ فقال ببساطة المدرب غضل النظر عن فكرة أنه ضمني ورجع فعلا بيلبينجهام وقال جورج بيست مش جورج بيست اللي بتعرفوه زمان ابعيد تماما وحرام ياخد مقعد لاعب من اللي اجتهدوا ويتأهلوا لكأس العالم واروح على رقم واحد اتخيل تكون أعظم لاعب في تاريخ أعظم نادي في كورة القدم نتكلم عن ديستيفانو اللي كان دائما يصنف أفضل لعب في تاريخ ليلة المدرد عندما جاء كريستيانو رونالدو وهز عرشه هزي واضحة وكبيرة جدا ديستيفانو اللي وصله بيليه يوما ما بأنه أفضل لاعب شهده في حياته بيلعب كرة قدم وتروح تمثل ثلاث دول بالعادة بتلعب كأس العالم أرجنتين وكولومبيا وإسبانيا ورغم ذلك ما تبثل منتخب بلادك في المونديال أبدا سوق حظ استيفانو بشغلة كأس العالم لازميته من أول يوم اللاعب بكأس العالم خمسين الأرجنتين كان عندها إضراب لاعبين إضافة لخلاف مع الاتحاد البرازيل المستضيف فقررت ما تشارك بالأربعة وخمسين لما قرر يمثل الأرجنتين ويطلع معهم لكأس العالم قالوا له لا أنت مثلت كولومبيا سنتين قبل كأس العالم الخمسين ممنوع تمثل بلادك وقتها كان في فوضى كبيرة في مسألة حق التمثيل الدولي مش قوانين واضحة زي الآن قال لك أنا مبديش هالشغلة كلها بدي أروح على إسبانيا وقتنا عزه مع ريال مدريد هو بفوز دور الأبطال جاء مونيق تصفيات 58 وبتأهلتش بلاده صارت مفاجأة إسبانيا ما تأهلت لكأس العالم قلنا ب62 ديستيفانو هيعملها خلص إسبانيا تأهلت ديستيفانو رايح يشارك لكن إصابة عضلية بتحرم من المونديال فحتزل دوليا وقال شكلها مجي قسمتي أبدا واللاعب كان أصلا كبر بالعمر وديستيفانو غادر كرة القدم وبدون ما يلعب ولا مباراة بكأس العالم وربما يكون أهم لعب في تاريخ كرة القدم اللي حقق كل تلك الإنجازات اللي أسس لريا المدريد العظيم وما قدر يلعب مباراة واحدة أو دقيقة واحدة بكأس العالم رغم أنت ما أقول لدول متعاودة تلعب بكأس العالم سوء الحظ لما ييجي ما بيعرف لا ديستيفانو ولا كوبالا نوصل هون لنهاية حلقة توب 5 شو رأيكم بعد ما سمعتوا عن ذول الناس هل في حل عشان نخلي هيك أسماء الذوق متعة كأس العالم ولو دقيقة احكوا لي بالتعليقات شو رأيكم كنت معكم أنا محمد عواد والسلام عليكم ورحمة الله